موسيقى هذه المسائية من الميادين وفي نقاش الليلة موسيقى كنا قاعدين بأمان الله ما نحس الله نزل عانينا شيء ما نعرف اش هو المسلحون يسقطون الهدنة في حلب وتأكيد امريكي روسي على استخدامهم مواد كيميائية ضد المدنيين ماذا عن افاق الحل السياسي موسيقى قلد الشيخ يتحدث عن الاقتراب من اتفاق سلام تاريخيا بين اليمنيين هل ستطوى صفحة الحرب على اليمن مرحبا بكم لم يتم بعد تحديد موعد جديد لمباحثات جينيف السورية فيما تتزايد التحذيرات من سقوط الهدنة في سوريا مع اعلان مجموعات مسلحة عن اطلاق معركة ما سمي تحرير حلب واخرهم جيش المجاهدين وفي ظل ما تعيشه حلب من قصف مدفعي متواصل جاء تأكيد روسي وامريكي في المجموعة الدولية حول سوريا بحسب مصادر للميادين باستخدام المسلحين مواد كيميائية في قصف المدينة وسط تساؤلات عما إذا كانت بعض الأطراف الإقليمية قد سرعت عبر المجموعات المسلحة في فتح معركة حلب لإسقاط الهدنة ومنع إيجاد حل سياسي وهل عاد الترويج لمخطط تقسيم سوريا وفق ما أوردته وسائل إعلام روسية؟ وبموازات القصف المدفعي لحلب قررت واشنطن إرسال جنود إلى مناطق الحسكة شمال شرق سوريا فيما اتهمتها موسكو بعدم تنفيذ التفاهمات معها بشأن سوريا هذا في محورنا الأول في مسائية الليلة فيما نتوقف في المحور الثاني عند أجواء التفاول التي تسود محادثات السلام اليمنية في الكويت فهل ستطوى صفحة حرب اليمن؟ قبل الخوض في تفاصيل مسائية الليلة نتجه وإياكم مشاهدين إلى غرفة الأخبار في الميادين وموجز لأهم وآخر الأنباء أهلا بكم أعلن رئيس الوزراء التركي أحمد داود أغلو أن القاعدة العسكرية التركية في قطر بدأت عملها أغلو الذي تقى في الدوحة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني قال أنه تم التوقيع على اتفاقية للتعاون في المجال العسكري بين البلدين وأشار رئيس الوزراء التركي إلى أن الأولوية هي للمشاريع المشتركة في مجال الصناعات الدفاعية رفضت إسرائيل المبادرة الفرنسية لعقد مؤتمر دولي للسلام مصابقة بذلك اجتماع وزراء خارجية الدول المعنية بهذه المبادرة المقررة في الثلاثين من الشهر المقبل وفي بيان صحفي نشره مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين تنياهو أكد تمسك إسرائيل بموقفها القائم على أن المفاوضة ثنائية مباشرة هي سبيل الأفضل لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي قال البيت الأبيض أن زيارة جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي للعراق مؤشر طيب على الدعم الأمريكي لجهود رئيس الوزراء حيد العبادي في جهوده لتوحيد البلاد بمواجهة داعش وتناولت مباحثات العبادي بايدن الملفات الأمنية والسياسية وتطورات جبهة نينوى والأنبار وعلمت الميادين أن بايدن قد يطلب نشرا جديدا للجنود الأمريكيين في حزام الجزيرة غرب الأنبار أما رئيس العراقي فؤاد معصوم فقد أجرت صالا بايدن وأشهد بالدور الذي لعبته قوات البشمركة والحشد الشعبي ومتطوع العشائر في تحقيق انتصارات عسكرية حاسمة ضد داعش حذر رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني علي لارجاني من أنه إذا لم ينفذ تنفيذ الغرب تعهداته تجاه إيران فإن لدى الأخير الوسائل الكافية لجعله يندم على ذلك لارجاني تحدث عن تقديرات بوجود أكثر من مئة ألف إرهابي في المنطقة وكد أن قيمة السلاح لدى داعش تبلغ نحو ثلاثين مليار دولار ما يؤشر إلى أن المواجهة مع الإرهابيين لم تكن جدية وفق لارجاني كشفت صحيفة كوميرسانت الروسية أنه جرى الاتفاق على تسليم الجزائر ثمانية طائرات سخوي من أصلي ستة عشرة طائرة في خلال السنة الحالية الخطوة جاءت ضمن مجموعة من الاتفاقيات في المجال العسكري بين الجزائر وروسيا وذلك خلال زيارة رئيس الوزراء الجزائري عبد الملك سلال إلى موسكو الطرفان بحثا كذلك العقود الجديدة لدفعة أولى باثنتين عشرة طائرة سخوي من طراز أربعة وثلاثين واثنين وثلاثين لطائرات سخوي من طراز خمسة وثلاثين بعد تعطل إطلاقه يوم أمس لأسباب تقنية أطلقت موسكو اليوم بنجاح صاروخ سويوز من مطار فضائي جديد الصاروخ يحمل على مطنه ثلاثة أقمر صناعية وقد انفصلت عنه على نحو الناجح وجرى توصيلها إلى المدار رئيس الروسي همى بنجاح المشروع واصفه بالخطوة الجدية بتطوير ملاحة الفضائية الروسية ختام الموجز عودا إلى متبات المسائية وإلي كراميا شكرا لك دينا حذر الصليب الأحمر الدولي من أن مدينة حلب أصبحت على شفى كارثة إنسانية فيما سقط نحو مئتي شهيد وجريح في قصف الجماعات المسلحة على أحياء المدينة والمتواصل منذ أيام فيما يكتفيها الجيش السوري برد على مصادر القصف علي مرتضى معاناة حقيقية وكارثة إنسانية تعيشها مدينة حلب أكثر من مئة شهيد في خلال خمسة أيام والعدد إلى تصاعد المسلحون أمطروا أحياء المقامبو وجمعية الزهراء الميريدين والأشرفية والمشارقة والسكن الجامعي والميدان بالقذائف والله كنا عادين بأمان الله ما نحس الله نزل علينا شيء ما نعرف وين نروه خاي فاهمني وين نروه وين نروه لا عنا بيوت كارع اللي احنا فؤراء وين نروه لك الله يخلي رئيسنا وين نروه فاهمونا حلوة بأس حلوة وين نروه قل لي وين نروه فاهمني وين نروه عنكم نجري ما حل حل عنكم حل في حل الشهد يعني كلهم يعمل يساوهم ما رح يطلع لهم عنه ما رح يطلع لهم عنه ورئيسنا ديتم رئيسنا فوق رأسنا بلدنا بدت تم ووطننا أقوى منهم موجي تسوير موجي تسوير بكاء هذه المسنة يختصر المشهد لم يبقى مكان آمن في منطقة جمعية الزهراء أصابت القذائف وسيارات المواطنين أكثر من ثلاث وعشرين سيارة احترقت ومنازل لم يبقى فيها شيء كما كان وين دي يروح بهالحالة بهالوضع وين دي يروح والله حرام تعبنا حاج صلنا خمس سنين عم نتشند حاجتنا حاجتنا والله تعبنا استهداف المدينة منذ أحباط الهجوم على ضحية الأسد جار بحسب محللين عسكريين بطريقة شطرنجية تستهدف أماكن التجمعات السكنية في المدينة المناطق التي استهدفت جميعها مناطق مدنية أسواق شعبية مدارس جوامع تم استهدافها مختلف أنواع الأسلحة السقيلة الخطوط الأمامية أو خطوط التماس تم استهدافها بصواريخ وجرر وصواريخ سقيلة كما حدث اليوم في الميدان الجيش السوري من جهته استهدف بالمدفعية وبالطائرات أماكن تجمع المجموعات المسلحة فيما استخدم المسلحون مدافع من عيار 23 في محاولة منهم للتصدي للطائرات السورية هو الموت يلاحق الحلبيين من منطقة إلى أخرى اقتضاد أعداد المدنيين في هذا الحي لم يشفع له عند المسلحين لمراكز عسكرية هنا ولا مظاهر مسلحة وعلى الرغم من ذلك لم ترحم قضائف المسلحين نساء وأطفال وعجز باتوا يقامرون بحياتهم بمجرد البقاء هنا علي مرتضى حيل ميردين في حلب الميادين يأتي ذلك فيما أفاد مراسل الميادين في جينيف بأن الجانبين الروسي والأمريكي أكد استخدام المجموعات المسلحة مادة الكلورين في الشيخ مقصود في حلب وأشار مراسل الميادين إلى أن تركيا والسعودية وقطر قد التزمت الصمت حيال الكلام الأمريكي والروسي هبا محمود تغيب لتعود إلى الواجهة من جديد أنها قضية استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا من قبل المجموعات المسلحة مجموعة العمل الأممية تؤكد هذه المرة من جينيف أن المجموعات المسلحة استخدمت مادة الكلورين في حلب في الإسلوب يطابق الأمريكي بينما يستخدم في حلب وما استخدمته القاعدة في العراق خلال السنوات الماضية المواد الكيميائية تمزج بمواد غير متفجرة لعدم لفت الانتباه من جهته يذهب الروسي أبعد من ذلك فيشكك ويبدي خشية من ألا يقتصر الاستخدام على مواد كيميائية بل يتعداه إلى استخدام الأسلحة الكيميائية أيضا وقبل الأمريكي والروسي وما يقولانه كانت المدعية العامة السابقة في المحكمة الجنائية الدولية والعضو في لجنة التحقيق الدولية في انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا كارلا تيل بونتي قد أعلنت أن مسلحي المعارضة السورية استخدموا غاز سارين في سوريا بونتي ذكرت بسمية السارين العالية فهو غاز يصيب الأعصاب استخدم في اعتداء مترو توكيو عام 95 لتعود دلائل استخدامه في سوريا أيضا الشيخ مقصود هو هدف هذا الغاز هكذا تقول الدلائل دوليا ومن قبل الحكومة السورية أيضا اتهامات الحكومة السورية تطال سلسلة من المجزير الكيميائية إن صح التعبير فمن ريفي حلب أيضا نشر التلفزيون السوري صورا لضحايا خان العسل باستلاح الكيميائي لبحث خلفيات إشعال جبهات حلب والمآلات التي يمكن أن تتخذها في الجانبين العسكري وأيضا السياسي ينضم إلينا هنا في الستوديو وزير الخارجية اللبنانية السابق عدنان منصور كذلك ينضم إلينا من حلب رئيس الطب الشرعي في مدينة حلب الدكتور زاهر حجو أهلا بكما وأبدأ معك معالي الوزير أسألك بداية تقييمك للمشهد في حلب إشعال هذه الجبهة ما الذي يدفع لذلك وما مدى وجاهية ما يطرح بأنه عمل على إشعال هذه الجبهة لانهيار أو لخرق أو ربما ضياع الهدنة بشكل كامل إنفجار الأوضاع في حلب لم يكن مفاجئا على اعتبار أن سوريا عندما ذهبت إلى جناب ذهبت وهي بمركز القوة خاصة أن الجيش السوري استطاع أن يحرز انتصارات كبيرة في شمال سوريا كان في القطاع اللادقية أو في شمال حلب أو شرقها أو جنوبها هذا الأمر طبعا شكل صدمة للمعارضة والدول التي تدعم المعارضة بين المزدوجين المعتدلة تبين على الأرض أن المعارضة السورية لم تستطع أن تحقق في جناب ما كانت ترغبه ذهبت إلى جناب وفي برنامجها عملية المرحلة الانتقالية يعني كانت تنتظر من الدولة السورية أن تخضع مرة أخرى مثل ما انطلقت المعارضة في جناب واحدة وفي جناب اثنين على أساس أن الدولة السورية تسلم زمام الأمور للمعارضة وينتهي كل شيء بكل تأكيد سوريا ذهبت لجناب بمركز قوة وتعرف ما الذي تريده وهي تريد أن تفاوض المعارضة المعارضة الوطنية التي تريد أن تبني سوريا المستقبل بتوازن وأيضا بمختلف الأطياف السياسية السورية إذن اتفاق وقف اطلاق النار لا يمكن له أن يسموت خاصة وأن المعارضة حرفت نفسها أنها في موقع الضعف وليست في موقع القوة لم يكن ليحصل الانفجار في حلب أو تأزيم الوضع لو لم يكن هناك ضوء أخضر من جهات إقليمية ومن جهات دولية حتى اللحظة في تصوري أن الدعم والتواصل لم يتوقف وأيضا التحريض لم يتوقف لذلك عندما تستخدم المعارضة المسلحة هذا الكم الكبير من السلاح والقصف العشوائي على المناطق الآمنة تريد أن توجه ضربة للنظام في سوريا عله يتراجع أو عله يستكين أو يرضخ لمطالب المعارضة لكن معالي الوزير حدود إشعال جبهة مثل حلب في هذا التوقيت هل هي فقط في إطار الضغط أم نحن نتحدث عن تغيير معادلات بالكامل ستبدأ في الميدان وبطبيعة الحال تنتهي بشكل تسوية إنجاز التعبير في المسار السياسي هي حالة تتحضر لمعركة يعني خلال أيام قليلة لابد أن نسمع أن المعركة ستشتعل من أجل أولا بالنسبة لدولة سورية تريد أن تقضي على الإرهاب لا يمكن إنجاز حل سياسي في سوريا وقوى إرهابية متواجدة على الأرض ترفض أي حل سياسي مع النظام إذن هذه التنظيمات الإرهابية التي ترفض الآخر وترفض المعارضات الأخرى وترفض الدولة السورية لا يمكن الاستمرار على هذا الشكل لذلك ستجد الدولة السورية وسيجد الجيش العربي السوري أنه خلال أيام القادمة لابد من إنهاء المسألة في حلب هنا المسألة ليست بشكل سهل على اعتبار أن القوى الإقليمية لا تقبل بالسهولة أن يحقق الجيش السوري إنجازا أو انتصارا هذا يجعل من المعركة لربما استطعنا أن نسميها معركة حلب الكبرى أكثر ربما تعقيدا وبحاجة لربما لآفاق زمنية غير معروفة أكثر تعقيدا لأنه سيكون لها تداعيات سياسية على الأرض لأن الدولة السورية إذا ما حققت الانتصار هذا ستسحب من يد المعارضة المسلحة أو من التنظيمات الإرهابية الورقة الكبيرة على اعتبار سندرس وإياك وربما نسأل عن ممد استعداد كل طرف لمعركة حلب وكيف يمكن أن تكون شكل الغلبة وبالتالي التداعية تبقى معنا معالي الوزير العديد من المعطيات بما فيها بالجانب الطبي برزت لو سمحت ونحن نشرك هنا الدكتور زاهر حجو دكتور تحجو أهلا بك أنت رئيس الطب الشرعي في حلب قبل أن أسألك ربما عن الواقع الإنساني والطبي لمدينة حلب بعد تطور المشهد بهذا الشكل برزة معطى جديد له علاقة بمجموعة العمل الدولية في سوريا مصادر للميادين تتحدث عن طرح وحديث روسي وأيضا أمريكي عن استخدام مواد كيميائية من بينها الكلورين في مدينة حلب تحديدا في الشيخ مقصود ما هي هذه المادة؟ كيف يتم ربما ظهور بعض العوارض على الإصابات؟ هل لاحظتم أي منها؟ فيما عينتموه؟ أو وصلكم معلومات حول حالات تحمل مظاهر لاستخدام هذه المادة؟ أولا برحب الميادين وتشكرها على استضافتي طبعا بهذا الموضوع بالذات الإصابات المشتبهة بها كانت بمنطقة الشيخ مقصود طبعا وصل إلينا هكذا معلومات بصراحة مطلقة لم نتمكن من التأكد منها تعرفي صار في عنا معبر بين الشيخ مقصود وبين مناطق الدولة ومناطق الحكومة فللأسف شديد نحن وصلنا كثير ونحاول مرة قادمة نكون معكم بلقاء تاني إذا وصلنا لأي معلومات بفضل أن أتحفظ بهذه الفترة عن الموضوع حتى نستطيع أن نتأكد من الموضوع بشكل كامل حتى الآن لا يوجد معلومات بين يدي حتى نكون صادقين وموضوعيين عن هذا الموضوع بالذات طبعا المعلومات التي وصلتنا كما وصلت للجميع اشتبهنا بعدة حالات للأسف ما كان فيه تعاون من الطرف الآخر بمحاولة فحصة وكان كثير أن هذا الموضوع حاولت أشتغل عليه ما بس موضوع الكلورين موضوع الغاز السارين أنا فحصت تعدد حالات بأحدى المشافي الخاصة نزلت عليه هون بشكل شبه تقولي سري نوعا ما أو خاص شفت عوارض إصابة النهار البعد وبشوف أن المصابين انتقلوا رجعوا للشيخ مقصود ثم إلى مناطقهم لأسف شديد مع أني أنا كنت يعني عندي تقريبا شبه قناعة بوجود إصابة حالات الصالة هذا الانتقال دكتور عذرا هو انتقال يعني تلقائي من هذه الحالات أم أنه يعني تتبعوا لأمر آخر طبعا لحنا رح قللك عشالة عادة المصابين اللي كان شهداء أو كان جرحى اللي بيكونوا منطقة الشيخ مقصود ما بوصلنا أقل من 10% يعني لحنا الفترة الماضية خلال الهدنة مثلا إذا بقللك عنا 118 شهيد عنا حوالي منهم 30 لل40 شهيد من منطقة الشيخ مقصود طبعا عدد الشهداء بالشيخ مقصود اللي استشهدوا نتيجة القصف ونتيجة استخدام غازات شبهة باستخدام غازات هو عدد أكبر من هيك بكتير بس للأسف ما عبي جينا غير أقل من 10% ل20% من الحالات طبعا هذا موضوع استخدام الغازات أو الأسلحة الكيموية موضوع عميق موضوع خطير أنا ما حدير كتير أتحدث فيه لحتى نقدر نتمكن ولحن أيضا حريصون على أن كل دينات معلومة فعلا دقيقة وهو ما نتوخه منك تحديدا دكتور حجو سأعود إليك بطبيعة الحال لأنه ستساعدنا أكثر في المعطيات الطبية وعذرا للمقاطعة وأيضا أطلب رجاء من الدكتور ومعالي الوزير عدنان منصور أن يبقى معنا لأنه من المهمة نربط في الإطار أيضا والخلفية السياسية التي تتعدى المشهد السوري إذن مشاهدين التصعيد الميداني في حلب يهدد الهدنة ومفاوضات جنيف لكن واشنطن ربما تندفع في مراهنات استراتيجية بين الرقة السورية والموصل العراقية قاسم عزدي الإدارة الأمريكية تتوقف على حين غرة ما قد بدأت به بالتفاهم مع موسكو بشأن بيان ملزم في مجلس الأمن لدعم الهدنة واستمرار المفاوضات انسحاب وفد مؤتمر الرياض لم يعطي الجنيف بل سمح بإجراء مباحثات مستفيضة مع الوفود الأخرى تعويضا كاملا عن تغيب الهيئة العليا بحسب تعبير ستفان ديمستور ليست حواجز جنيف ما أشعل الميدان في حلب كما يبدو على الرغم من دعوات محمد علوش وبعض أطراف المعارضة لفتح النار خيارات واشنطن في حلب تبدو مفصلية باتجاه المراهنة على أقاليم أمريكية بالوكالة من شمال سوريا إلى الموصل في العراق في هذا السياق يقول المسؤول عن التخطيط الأمريكي اللواء بيتر جيرستان إن راجمات هيمارس على الحدود التركية هي لدعم المعارضة المعتدلة في السيطرة على الرقة وزير الخارجية التركي يذهب إلى الاستنتاج بأنه مع إغلاق المنطقة بهذه الصواريخ حول منبج السورية تكون المنطقة الآمنة قد فرضت نفسها في السياق أيضا ترفض الإدارة الأمريكية مساعي موسكو لإدراج جيش الإسلام وأحرار الشام على لائحة الإرهاب في مجلس الأمن لأنها خطوة غير بناءة على ما يقول مارك تونير باسم الخارجية الأمريكية في موازاة التحرك العسكري الأمريكي في سوريا يعد وزير الدفاع أشتون كارتر بتدخل عسكري في العراق قوامه عشرة أضعاف المستشارين الأمريكيين في سوريا الوعد الأمريكي في الذهاب إلى الدول الداعمة لسوريا من أجل دعم الهدنة ينتقل إلى وعد على لسان وزير الدفاع للتدخل العسكري موسكو وحلفاؤها أوقفوا معركة حلب إدراكا بأنها مفصلية تتيح استجلاب تحالف واشنطن إلى الهدنة والمفاوضات واشنطن تستدرك أن حلب مفصلية لتغيير المعادلات الطبع يغلب التطبع يشير سيرجي لابروف نعود النقاس وأعود إليك مباشرة مع علي الوزير ما فهمناه منك وأيضا من تقرير زميل قاسم عز الدين بأن معركة حلب تبدو معركة أساسية مركزية مفصلية في شكل ربما حسم الصراع في سوريا أنجاز التعبير وبالتالي ما الذي نتوقعه في المقبل من الأيام إن كان على صعيد التحركات والمواقف السياسية الدولية والإقليمية وإن في الميدان السوري في هذه الجبهة تحديدا بالنسبة للجبهة الشمالية السورية طبعا الولايات المتحدة ليست بعيدة عما يجري وخاصة نشر قوات أمريكية في سوريا وتلويح برفع العدد الولايات المتحدة تريد أن تحقق التوازن العسكري على الأرض ما بين الدولة السورية مدعومة من روسيا وأيضا مع الجانب المعارضة المدعومة من الولايات المتحدة والدول الإخليبية الولايات المتحدة لن تترك سوريا تحقق أو تنجز ما تريده على الأرض دون أن يكون لها حصة أو أن يكون لها مصالع معينة مع حلفائها داخل سوريا لذلك اليوم هذه المعركة ليست بالأمر السهل يعني معركة طاحنة ستفرز خلال الأيام القادمة ما الذي سيتحدث على الأرض يعني المصير سيقرر على الأرض من خلال نتيجة المعارك الدائرة هنا نتساءل اليوم نطرح السؤال هل الولايات المتحدة فعلا تريد أن تقضي على الإرهاب في سوريا عندما تريد أن تضم فصائل إرهابية مثل جيش الإسلام أو أحرار الشام تضم إلى الفصائل المعارضة ليس هناك من فصائل معارضة وقد تبين على الأرض أن الفصائل المعارضة التي كانت تتحدث عنها الولايات المتحدة أو أحلاف الولايات المتحدة حلفاء الولايات المتحدة على الأرض هذه العناصر شاركت مع التنظيمات الإرهابية بعمليات داخل سوريا إذن لا نستطيع اليوم أن نفرز المعارضة المعتدلة كما يسمونها عن فصائل إرهابية داخل سوريا لأن الجيش السوري الحر انتهى على الأرض اليوم الأرض هي للفصائل الإرهابية وأصبح الآن هناك نوع من الأواني المستطرقة يعني متداخلة بين الفصائل المعتدلة المسمات المعتدلة وبين الفصائل الإرهابية لذلك الولايات المتحدة لا أتصور أنها بالسهولة ستتخلى عن مصالحها من خلال حلفائها معالي الوزير في نوع من التجهيز لما يصنف ضمن المعارضة المعتدلة لأن يحل محل تواجد تنظيم داعش في بعض المناطق في الشمال والشمال الشرق السوري يعني معز به بما التحرك التركي على الحدود التركية السورية في استراتيجية جديدة بين أعزاز وزرابلوس نتحدث عن هذه النقطة رجاء أن تبقى معنا لكن حتى نعطي أيضا للجانب الإنساني والطبي حقه في مدينة حلب لأن هذه المدينة تشتعل حتى من الناحية الإنسانية يعني عدد كبير من الضحايا بالعودة إليك دكتور زهر حزوب هل لك أن تفيدنا بالمعلومات التي يمكن أن نحصيها لحصيلة هذه الأيام الدامية في مدينة حلب وأطلب منك فقط التمييز ما هي الأعراض التي يمكن أن نميزها عن الإصابات في قذائف الهاون أو الصاروخية عن تلك الموسومة بقذائف ربما أو مواد كيميائية طبعا اليوم الخميس 28-04-2016 هو اليوم الأكثر دموية خلال عام 2016 و2015 حتى الآن من اللحظة التي نحكي فيها هلأ في عنا 27 شهيد في عنا 200 إصابة متنوعة في عنا 30 إصابة حريجة طبعا خلال من يوم السبت وحتى اليوم عنا 70 شهيد 15 طفل بيناتهم وخمسة نساء طبعا عداد الإصابات فاقة الـ 500 طبعا إذا تريد 118 شهيد من يوم الهدنة اللي صارت بـ 27 شباط وحتى الآن وحوالي 800 إصابة متنوعة طبعا الملاحظ أنا أحكي لك خلال ملاحظتي على فحصي خلال فحصاتي على أجساد الشهداء أو المصابين طبعا الإصابات صارت أكثر فتكا أكثر فتكا بكتير نتيجة تحشو العبوات اللي عبدربوها اللي هي جرال الغاز أو حتى الآزان أو قزايا في الهون بمواد أكثر أزية طبعا الإصابات على الأجساد هائلة جدا ومخيفة ومرعبة حتى الفترة الماضية لاحظت شغلي طبعا مناطق حلب كان في مناطق تعتبر نسبيا آمنة نسبيا أحقول طبعا هلأ بحلب مع الضل ولا منطقة آمنة طبعا توزع القصف أكثر الشيعة بيكون بنهار لحتى يصيبوا أكبر عدد ممكن من المدنيين طبعا بحب نوهلك أنه أنا بحكي لك كل أحصائيات مدنية أنا رئيس طباب الشرعية الجانب المدني يعني الإصابات العسكرية ما أنا على أفية من نفحصها فس أنا بحكي لك على الإصابات المدنية طبعا أنه أنا بلاحظ القصف يتم أثناء خروج الطلاب من المدارس هذا يعني حتى يعني أكيد له أدلالة أنه المنع الأهالي من إرسال أولادهم إلى المدارس أكيد شيء واضح طبعا معظم القزائف 80 إلى 90% من القزائف تسقط أثناء النهار في الشوارع المكتزة لإصابة أكبر عدد من المواطنين وقتلهم طبعا بالليل طبعا بس كمان في بالليل مبارحة في عنا زوج وزوجته في منطقة المردين قزيفة على غرفة النهار مستشهدوا اثنين طبعا منذ قليل استشهدت طفلة رضيعة بعمر 27 يوم وهذه أصغر شهيدة اليوم يمكن أن نسجلها في حلب أصغر شهيدة أصغر شهيدة اليوم في حلب اليوم منذ حوالي نصف ساعة طبعا عدد اليوم 27 مثلا لك العدد مرشح للزيادة بشكل أكبر بكتير يعني يمكن بهاللحظة اللي أحكي معيك فيها يمكن أن يكون في عدد شهداء آخرين يعني في عنا كتير إصابات حرجة شكرا لك دكتور وقد دونت العديد من الملاحظات لها علاقة في الإحصائية لجهة الشهداء المدنيين وحتى بالنسبة للتوقيت التي يتم فيها يعني امطار مناطق في حلب بقذائف الهون وقذائف صاروخية أشكرك جزيلا شكر على ما خصيتنا به ووفيتنا به من معلومات وأنك أردت أن تتوخى الدقة والحذر دكتور زاهر حجو رئيس الطب الشرعي في حلب كنت معنا مباشرة من مدينة حلب شكرا جزيلا لك مجددا أعود إليك معالي الوزير أنت تدور الكثير من الأرقام بما له علاقة بحصيلة الضحايا من الشهداء والإصابات لماذا؟ ما فعلته التنظيمات الإرهابية من استخدامها لغاز السرين لم يكن مفاجئا وربما قد تستعمل أكثر فأكثر مع الأيام القادمة كلما وجدت نفسها أنها في مأزخ إذا ما عدنا إلى الوراء عام 2012 في شهر أزار مارس السلطات التركية ألقت القبض في مدينة أدنى التركية القريبة من الحدود السورية على 12 شخصا كان يحملون غاز السرين إذن إذا كانت السلطات التركية قد ألقت القبض في ذلك الوقت هذا يعني أنه قد يكون هناك كميات سربت قبل هذا التاريخ وبعد هذا التاريخ من عام 2012 ل2016 خاصة أن الحدود التركية مفتوحة مع الجانب السوري والسلطات السورية التركية تسهل الأمور لكل العناصر لكن وعذرنا المقاطعة لضيق الوقت معالي الوزير بشكل سريع اليوم في تحرك تركي واضح على الحدود السورية العمل على إطار محارب التنظيم داعش إلى أي حد يمكن أن تنتقي الولايات المتحدة الأمريكية مع تركيا في هذه النقطة لنرى منطقة آمنة أو عمل على مفهوم الأقاليم في سوريا بين العراق هي تركيا منذ الأساس تريد أن تنشئ منطقة عازلة على حدودها منطقة بإشرافها ولكن هذا الأمر لم يتحقق ولكن ما يقض مضاجع تركيا هو التحرك الكردي على الحدود إذا ما رأت أن هذه المنطقة أصبحت آمنة من جهة من ناحية الكردية تركيا تقبل بذلك ولكن كل ما هناك أن الهاجس الكبير لتركيا هي الحركة الكردية بالنسبة لتركيا تبقى نقطة الكرد ربما نقطة الخلافية نقطة الخلافية هل انتشار الأمريكي في الشمال السوري ما الذي سيحققه للعناصر الكردية هل سيسمح أو سيلجم هذه العناصر أو أن سيتركها كي تتمدد إذا ما تركها لتتمدد هذا يعني سيخلق مشكلة فيما بعد بالنسبة لسوريا ربما تكون مشكلة أو اشتباك بين المقاتلين مصنفين معارضين معتدلين والكرد أيضا لأن سركيا تعد العدد لدخول الميات في المناطق وأيضا عند إذن الوات المتحدة تخلق مشكلة بالنسبة للسلطة المركزية في سوريا خاصة أن الحركة الانفصالية بدأت في الحسكة يعني هذه المسألة رغم أن الحسكة لا يمكن أن يتحقق فيها انفصال كلما هناك إعلان استقلال معنوي إذا ما عدنا إلى منطقة الحسكة يعني فيها 1716 قرية ومدينة منها 1120 قرية مدينة عربية إذن لا يمكن تحقيق استقلال ونقول أو انفصال ونقول أنها منطقة كردية صرف معاليك ستبقى معنا مشكورا للملف الثاني وتبقى معنا إذن رجاء وفي ذات الملف مشاهدين تحدثت وفي ذات النقطة التي ربما أشار إليها مع الوزير تحدثت مصادر كردية عن بدء أصول قوات من المارنز إلى الشمال السوري عبر العراق الدعم الأمريكي لكرد سوريا ليس جديدا لكنه يعيد تحريك جبهة الكرد مجددا بإرسال 250 جنديا إلى الشمال السوري بعد الإعلان عن الجيش الفدرالي الكردي تحت ذريعة حماية مناطق الإدارة الذاتية في الشمال السوري ديمة ناصف من الأمريكيين في الشمال السوري لا يحضر سوى المتطوعين للقتال إلى جانب وحدات الشعب الكردية التدخل الأمريكي في الشمال السوري تحت أعلام قوات سوريا الديمقراطية لقتال داعش أضاف إليهم 250 خبيرا سيتواجد ضمن الأراضي متواجدة لقوات سوريا الديمقراطية سيكونوا جنبا إلى جنب مع قواتنا ضد تنظيم داعش الارهابي حصرا ما في أي توجه الدفعة الجديدة من الأمريكيين وجهتها الحسك السورية وريف حلب الشمالي مهمتها مستخبارية والاتصال بالعشائر العربية في الجزيرة وتنصيق الدعم اللوجستي والمدفعي والغارات الجوية ضد داعش لكن الدعم لا يتم دون خلافات فبحسب مصادر للميادين البي دي الراغب بالتوجه نحو منبج لوصل كانتونات الحسكة عين العرب بعفرين وتعزيز وجوده شمالا خارج معاقله التقليدية يواجه اعتراضا أمريكيا يفضل التوجه نحو معاقل داعش في الرق ولتعزيز سيطرته البي دي أعلن تحويل قوات الحماية الذاتية إلى جيش الفيدرالية التسمية تندرج شكلا في إعلان الكرد فيدرالية الشمال السوري روج آفا التسمية كانت لألون هي وحدات حماية ذاتية هي عملية تعتبرها عملية التجنيد الإجباري الإجزامي للشباب المتواجدين ضمن مناطق روج آفا اللي عمروا من 18 إلى 30 سنة كانوا بيأخذوه على العسكرية الإجزامية ممكن يكون إذا راح بشكل فرادي طوعي بيأخذوه من 6 شهور الجيش الفيدرالي لقوات جديدة تنفيه تزيد على الخمسة ألاف مقاتل لكنه باقتصاره على المجندين في صفوفه قصرا ومعظمهم من العرب في الحسكة يفصل هؤلاء عن وحدات حماية الشعب التي استوعبت أكثر المتوافري مما يمكن تجنيده أو تطويعه من الكرد بعدما طاولهم نسب الهجرة إلى تركيا وأوروبا الرسائل متعددة في الحقيقة منها لروسيا بأنها أيضا هي تشترك موجودة عسكريين ولديها حلفاء على الأرض والرسائل الأخرى للحكومة السورية ولتركيا ولكل الفوائل الآخرين بالمشهد السوري من أن أمريكا تزيد من تواثر تدخل العسكري وانشغاله بالمشهد السوري بشكل مستمر مع الجيش الفيدرالي وتضفق الخبراء الأمريكيين المشروع الفيدرالي الكردي وخصوصا في الحسكة بات يستند أكثر فأكثر إلى دعم أمريكي جويا ولوجستي وغلبة مجندين من عشائر العربي قصرا ديما نصيف ديما عشق الميادين فيها المسائية ولكن بعد الفاصل أولد الشيخ متفائل فهل ستطوى صفحة الحرب على اليمن مرحبا بكم من جديد في المسائية من الميادين في اليوم السابع من محادثات الكويت طالب وفدو صنعاء سفراء الدول الراعية للمبادرة الخليجية بدعم تثبيت وقف إطلاق النار وضرورة رفع الحصار فيما قدم وفدو الرئيس هادي رسالة احتجاج حول ما وصفها بخروق مستمرة لوقف إطلاق النار وذلك قدم للمبعوث الأممية الذي واصل لقاءته برؤساء الوفود لتهيئة أرضية المشاورات أحمد عبد الرحمن ثمانية نقاط رئيسية أكد عليها وفدو صنعاء في لقائه سفراء الدول الثمانية عشرة راعية للمبادرة الخليجية نقاط أبرزها مطالبة هذه الدول بدعم تثبيت وقف إطلاق النار وضرورة رفع الحصار البحري والبري والجوي المفروض على اليمن الوفد أكد أيضا تمسكه بموقفه بشأن ضرورة تشكيل سلطة انتقالية توافقية مع تقديمه ضمانات تتعلق بالإجراءات الأمنية الطرف القادمي يقول لا نقاش سلموا أسلحتكم ونحن نعود نحن السلطة التي يجب أن تعود ذلك تعالق قلات الاجتماعات وضطروا للقاءات بسفراء الاتحاد الأوروبي بسفراء ما كانت تسمى بالدول الرائية للحوار في اليمنان والتقوا بسفراء دول الخليج أيضا ما فيهم سفر المملكة العربية السعودية من جانبه قدم وفد الرئيس هذه رسالة احتجاجية للمبعوث الأممي حول ما وصفها بالخروق المستمرة لوقف إطلاق النار في تعز وعدها أمرا يهدد المشاورات وبحسب المعلومات فإن الوفد يبدي مرونة ما فيما يتعلق بجدول الأعمال مستقبل المشاورات على المحك نرى أنه يجب أن تتوقف هذه الخروقات لأنها تعتبر انتهاك خطير لقانون الدول الإنساني بقتل المدنيين وأيضا تمثل تشويش كبير جدا قد يؤدي إلى فشل المفاوضات أن يقوم الإخوة الحوثيون وصالح بحق اندماء اليمني تقديم تنازلات من شأنها الحفاظ على اليمن إن كانوا حدثين على اليمن فعلا المبعوث الأممي إسماعيل الدشيخ واصل لقاءاته برؤساء طرفي المشاورات والأعضاء لتهيئة أرضية الحوار بما يساعد على الدخول في نقاشات جادة وفقا لما سيتم التوافق عليه في جدول الأعمال والإطار العام حراك دبلوماسي واسع تشهده الكويت وتفاؤل باختراب التوصل إلى اتفاق يوصف هنا بالتاريخ بين أطراف مشاورات السلام اليمنية ما يعني أن عجلة المشاورات قد بدأت بالتحرك فعليا أحمد عبد الرحمن الكويت الميادين المبعوث الأممي لليمن يقول أنه تم وضع تصور مبدئي للمرحلة المقبلة يشمل الأبعاد السياسية والأمنية والاقتصادية للوضع في اليمن لا يمكن لهذا التصور إلا أن يستند إلى القاعدة الذهبية التي ترتسم في الكويت الفشل ممنوع جراسيا بيطار تترنح ولا تقع لعله التوصيف الملائم للمشاورات اليمنية المتواصلة منذ أسبوع في الكويت هي كادت تتعطل منذ يومين لكن الكويت نفسها أنقذتها فجزء كبير من أي فشل يمكن أن يوضع برسم الدولة المضيفة من هنا ربما يمكن فهم التصريحات الكويتية الداعية إلى التفاؤل كالكلام عن الاقتراب من إنجاز اتفاق تاريخي أو حديث نائب وزير الخارجية الكويتي عن الانطلاقة الجيدة واللقاءات المثمرة والمباركة والتفاؤل التام بنتائج المشاورات عدا عن الضغط الدولي ومسارعة أمير الكويت إلى عقد لقاءات مع كل الطرفين المتنازعين وصولا إلى موافقة جميع الأطراف على مضمون الإطار العام التي طرحته الأمم المتحدة بشأن هيكلية المرحلة المقبلة لكن التفاؤل الكويتي يمكن وضعه أيضا في الإطار اليمني الصرف لا يمكن إغفال أن مشاورات الكويت تعد الأولى من نوعها إذا ما قارناها بسابقاتها من جناف بنسختيها إلى عمان باجتماعاتها المغلقة هنا يحضر أمامنا موقف المبعوث الأممي ولد الشيخ أحمد عشية انطلاق مشاورات الكويت عن أن اليمن أقرب إلى السلام من أي وقت مضى في الواقع هذا ما نشهده في الكويت اليمن يقرع باب السلام الذي لم يفتح بعد برغم مرور أكثر من عام على كرة النار لكن أقله أنها مرحلة قرع باب السلام ولو على وقع الاتهامات المتبادلة بين طرفين نزاع حيال خرق الهدنة الهشة ولو كانت مصادر الطرفين تتحدث عن فجوة عميقة ومفاوضات صعبة فبرغم تشديد فريق عبدرب منصور هادي على تسليم السلاح مقابل تمسك جماعة أنصار الله باستحالة النقاش في هذا الموضوع من دون حل سياسي شامل ما تزال المشاورات صامدة وهذا إنجاز بذاته خصوصا أنه لم يحدد لها أي مدى زمني الحرب أنهكت الجميع من دون أن تهدي الفوز لأحد طاولة المشاورات فرضت نفسها ويتردد الحديث عن جهود ديبلوماسية لفتح كوة في جدار المشاورات عبر تمرير كلمة السر القائلة ممنوع مغادرة الكويت قبل إنجاز حلول دعونا نجد الترحيل بضيفنا هنا في الاستوديو معالي وزير الخارجية اللبنانية السابق دكتور عدنان منصور مرحبا بكم من جديد قبل أن أخذ ربما في تلمس إن كان هناك فعلا في أفاق لاتفاق كما وصفه المبعوث الأممي تاريخي بين الأطراف اليمنية أريد أن نقف عند موضوع الدولة المضيفة ألا وهي الكويت أنت لديك خبرة طويلة في هذا الجانب ما حدود دور الدولة المضيفة في مثل هكذا مباحثات والقاءة؟ يعني إجراء المحادثات في دولة مثل الكويت هذا مؤشر إيجابي على اعتبار أن الكويت دائما بسياساتها كانت حكيمة فعلا وهي لا تتخذ طابع التطرف ولا تأخذ سياسات متطرفة استفزازية مطلقا لذلك عندما عينت الكويت أن تكون على أرضها المفاوضات هذا شيء إيجابي ولكن اليوم فيما يتعلق بالمحادثات أو المفاوضات بعد أكثر من سنة على اندلاع الحرب في اليمن تبين الجميع أنها حرب عبثية لا يمكن لأي فريق أن يستمر بهذا الشكل خاصة فريق التحالف الدولي الذي شنى الحرب على اليمن بعد أكثر من سنة نستطيع أن نقول ما حققته الحرب هو الدمار الخراب تشريد ضرب المكونات الاجتماعية والاقتصادية لليمن وهذا أمر لا يمكن أن يستمر إلى ما لا نهايه والأكثر من ذلك خطورة إذا كان التحالف أراد أن يقضي على النظام أو على أنصار الله في صنعاء ويوفر النظام الملائم لليمن هذا الأمر لم يتحقق على اعتبار أن الخطر الكامل الآن هو بتوسع التنظيمات الإرهابية مثل القاعدة ومثل داعش إذن المناطق التي يسيطر عليها التحالف اليوم يتحرك فيها تتحرك فيها الفئات المتطرفة يعني العناصر الإرهابية في حضر موت في أبيان في عدن في داق العدن وهناك عمليات إرهابية تجري يوميا من قبل هذه التنظيمات إذن إذا كنا نريد التغيير أو القضاء على أنصار الله في صنعاء ونترك الأمر يستفحل في مناطق أخرى من اليمن إذن التحالف الدولي الذي شارك بالعمليات سيجد نفسه أمام مأزق خطير في المستقبل لمواجهة التنظيمات الإرهابية وهذه التنظيمات ليست بعيدة عن حدود المملكة العربية السعونية في الأيام الأخيرة كنا نلحظ ربما يتم تناوله بأن التحالف يستهدف مواقع هذا لم نكن نسمعه قبلا في أيام الحرب على اليمن مواقع لتنظيم القاعدة في أكثر من نقطة جغرافية من اليمن لكن في نقطة الدولة المضيفة ولو عدت إليها معالي الوزير ممنوع الفشل في الكويت الدولة المضيفة ربما كما نقلت الزميلة جراسيا بيطار في تقريرها تتحمل وكانه جزء من الفشل في مشهد مثل اليمن إلى أي حد في حدود للدولة المضيفة الكويت كما قلت لها صدقية يعني ليست دولة متطرفة أو منجرفة في الحرب ضد اليمن وهي معتدلة بحد ذاتها لذلك تستطيع أن تحقق إنجاز بين الأطراف المختلفة يعني إنجاز ممكن أن يتحقق على أكبار أن الفريق في صنعاء يقبل بحكومة اتلافية تضم مختلفة في الأفريقاء وأيضا المطالبة بوقف إطلاق النار في اليمن تثبيت وقف إطلاق النار رفع الحصار إذن إذا ما تحقق وقف إطلاق النار بشكل جدي من قبل الأطراف كلها هذا يؤسس لي مرحلة قادمة من التوافق والحل النهائي التفاؤل كبير نقل عن المبعوث الأممي بأنه في إنجاز تاريخي بات قريب دعنا ربما لو سبحت بالبقاء معنا مع الوزيرة نشرك معنا سيد مصطفى النعمان وهو وكيل وزارة الخارجية اليمنية سابق معنا مباشرة من الكويت مرحبا بكم وأنت معنا من هناك عبر خدمة سكايب سيد النعمان ما هو أسس أو ربما الحوامل التي يمكن أن تساعدنا في فهمها والتي يبني عليها المبعوث الأممي هذا التفاؤل بأننا بتنا قريبين لنرى إنجاز وصفه بالتاريخي في إطار اتفاق تاريخي بين الأطراف اليمنية يجب أن نأخذ بالاعتبار الاتفاق الذي تم توقيعه بين أنصار الله والمملكة العربية السعودية وهو الذي حفظ على وصول جميع الفرقاء إلى الكويت الشيء الثاني أن الكل قد أنهك والشيء الثالث أنه لم يعد أمام اليمنيين إلا أن يجلسوا على طاولة المفاوضات يصلوا إلى حل بعد 14 شهرا من القتال الذي لم يخرج منه لأي أحد منتصر بل دمار شامل للبلاد بأكملها وبالتالي الفرص صارت قليلة للاستمرار في الحرب ولم يعد أمامهم إلا أن يدخلوا في هذا الباب ما هي الصيغة التي يمكن أن نراها جيدا؟ أنك تنقل أن الجميع بات على قناعة أنه لا يمكن أن يتم الاستمرار بالحرب وأنه يجب أن نرى إطاراً لاتفاق بعينه أي صيغة يمكن أن نراها؟ الصيغة هو الشرط الأول أو البند الأول من ما يقري في الكويت هو الوقف النهائي لإطلاق النار وتثبيته حتى تعود الطمأنينة للمناطق اليمنية ولمناطنين هذه البندة وهذه النقطة لم يتم التثبت منها لأن هناك خروقات تمت على الأرض وأنا طبعاً أرى أنه شيئاً طبيعياً في حرب استمرت 14 شهراً أن يكون هناك اختراقات وهناك خروقات وهذا شيء غير مستغرب لكن ما سيتم بعدها يجب البدد فيه بما تسألت السلطة المنظمة لعملية الانتقال السياسي بدونها لا تصور أنه يمكن أن نتحرك في بقية البنود هناك مقترحات بتشكيل لجان تعمل متزامنة لقنة عسكرية ثم لقنة لتطبيع أوضاع مؤسسات الدولة ومن بعدها يتم البحث في قضايا تسليم السلاح نزع السلاح من جميع الأطراف بلا استثناء يعني القرارات الدولية لم تسمي طرفاً بعينه بل سمت جميع الأطراف جميع الجماعات المسلحة طيب سيد النعمان هذا كله في إطار التوافق بالنسبة لكل الأطراف المؤثرة في الملف اليمني وحد تحديداً المملكة العربية السعودية أنا لا أتصور أن الأطراف اليمنية التي جاءت إلى الكويت جاءت بدون أن يكون هناك اتفاق مسبق بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات ودولة الكويت يعني برغم الترحيب الكامل بوجود اليميع في الكويت وما لها من دور تاريخي في اليمن في أول مباحثات الوحدة في التذكير أنها تمت في الكويت في عام 79 فالكويت لها عند اليمنيين مكانة خاصة وأتصور أن المملكة العربية السعودية ودولة الكويت كما سمعنا في لقاء سمو أمير البلاد هنا مع المؤتمر الشعبي وأنصار الله أنه وعد بأنه سيضمن أن تستمر هذه المباحثات إلى أن يصل اليمنيين إلى النتيجة التي يتمناها الشعب اليمني إذن كما فهمنا وممنوع الفشل في الكويت وربما هذا ما يفسر أننا لا نرى جدولا زمنيا لهذه اللقاءات أو المحادثات والمشاورات في اليمن ولو بقيت معك بشكل سريع سيد النعمان الصيغة المطروحة بأن نرى حكومة ائتلافية أو توافقية يعني وجود كل الأطراف والاعتراف بتمثيلها في حكومة يمنية بما فيها أنصار الله والمؤتمر الشعبي إضافة لمن حملت رايتهم بطبيعة الحال المملكة والتحالف بإعادة الشرعية هذه الصيغة متوافقة عليها؟ لم يصل المتفاوضون في الكويت إلى هذه المرحلة نحن الآن ما زلنا في مرحلة تثبيت وقف إطلاق النار وبناء الثقة والتواصل المباشر مسألة الحكومة الاتلافية يجب أن يسبقها أن تشكل لجنة عسكرية تتولى هي وضع خارطة طريق لمسألة خروج الميليشيات والجماعات المسلحة من المدن تضع خطة زمنية أيضا لتسليم الأسلحة ثم في نفس الوقت يتم تشكيل هيئة منظمة لأعمال الدولة حتى يبدأ الحديث في الحكومة الاتلافية وما عداها إذن وقف إطلاق النار هو المفتاح الأساسي للنار انطلاقا لهذه الخارطة كما سميتها سيد النعمان؟ بدون شك أن وقف إطلاق النار وتثبيتها في جميع الجبهات في اليمن هو مفتاح الحروق من الأزمة التي عصفت باليمنيين خلال عام كامل وأكثر أشكرك جزيلا شكرا سيد مصطفى النعمان أنت وكيل وزارة الخارجية اليمنية السابق كنت معنا عبر خدمة سكايك من الكويت نعود جددا إليك معالي الوزير أعتذر للإطالة إذن ما نفهمه من سيد النعمان وربما من قراءتك أنه في صفحة الحرب في اليمن ستطوى على أي شكل من التسويات وربما التنازلات لابد من تنازلات ولابد من تسويات لأنه في ظل عدم التسوية هذا يعني استمرار الحرب والحرب أنهكت الجميع الحرب يعني لم تسفر عن نتيجة إيجابية مطلقا لأنه من قام بالعمل العسكري الحربي ضد اليمن لم يحقق شيء بعد سنة وشهرين لذلك لابد اليوم من خروج من هذا المأزاق بحل توافقي لابد من أن يضم كافة الأطراف السياسية على الأرض للانطلاق بيمن جديد ربما مشهديت ما نراه في الكويت تحديدا وجود كل هذه الأطراف التي كان عليها تحفظ وربما فيتو وأقصاء هو بحد ذاته يمكن أن يؤسس للمرحلة المقبلة بالنسبة للأنصار والرئيس علي عبدالله صالح منذ البداية هم مع حكومة ائتلافية ولكن الفريق الآخر كان يرفض ذلك لكن بعد حرب سنة وشهرين الجميع وجد نفسه أنه لابد من إيجاد حل مشترك يضم مختلف الأطراف لأنه لا يمكن استبعاد فريق على حساب فريق آخر وكانه في حالة توافقية حيث تخليجية أرسيت أو ربما برزت من خلال استقبال استقبال الأمير الكويت لوافد القادم من صنع فيه أنصار الله والمؤتمر الشعب هناك أيضا توجه دولي للخروج من هذا المأزق الكل تعب الجميع تعب يعني لم نعطي نتيجة حتى الآن كما قلت في بداية حديثي أنه بعد سنة وشهرين لم نحقق إلا نتيجة الدمار والخراب والتشريد والقتل وكل شيء وحصار شعب بأكمله أشكرك جزيلا شكر معالي وزير الخارجية اللبنانية الصابت دكتور عدنان منصور ضيفنا هنا في هذه المسائية شكرا لك بهذا نصل إلى ختام المسائية نعيد التذكير بعنوانيها المسلحون يسقطون الهدنة في حلب وتأكيد أمريكي روسي على استخدامهم مواد كيميائية ضد المدنيين ماذا عن أفاق الحل السياسي؟ أولد الشيخ يتحدث عن الاقتراب من اتفاق سلام تاريخي بين اليمنيين هل ستطوى صفحة الحرب على اليمن؟ المزيد من الأخبار وأيضا التقارير إضافة إلى مشاهدة البث الحي للميادين عليكم زيارة موقع الميادين على الانترنت الميادين دات نت إضافة إلى موقعنا بالإسبانية وصفحات الميادين على مواقع التواصل الاجتماعي من يرغب بالمزيد من الأخبار على شاشة الميادين المزيد على رأس الساعة؟ إلى اللقاء